أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على جهود مصر في إطار مسارها لتحول الأخضر وعلى دور مختلف لكل الشركاء والقطاع الخاص مشيرة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإصدار أول طرح للسندات الخضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع طموح تخدير الميزانية الوطنية وذلك لتصل نسبة المشروعات الخضراء بها إلى 100% بحلول عام 2030 وخلال إلقائها كلمة مصر في مؤتمر ستوكهولم المنعقد بالسويد أكدت وزيرة البيئة أن مصر تجدد تعهداتها التي ظلت ملتزمة بها على مدار خمسين عاما خاصة في ظل التحول الكبير الذي يشهده قطاع البيئة في مصر والاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية التي وجهت بإجراء حزمة من الإصلاحات في السياسة الوطنية البيئية